موسيقى تعرف حبائي دور المؤمن المسيحي في الأراضي المقدسة صعب جدا نحن مدعوون أن نكون شهادي مدعوون أن نكون ملح للأرض ونور للعالم إن فسد الملح فبماذا يملح وإن كان النور فيك ظلاما فالظلام كم يكون تعرف حبائي موقف المسيح وهذا حق أحبائي أنا أقوله صعب جدا كمسيحي المسلم بيناديك بيقول عنك كافر مع أنه أنا أؤمن بالإله الواحد فكيف تكفرني واليهودي بيعتبرك عربي يعني أنت من درجة تانية أنت عربي أنت عربي وهي تقال من نوع الإهاني فطبعا بين السدان وبين المطرق طبعا هذا مش الكل أحباه أنا بتكلم على المتطرفين على الطرفين المشكلة عندنا التطرف الديني على الطرفين لأنه لما أنت بتروح وتتقابل مع الناس بتلاقي شعب طيب شعب جميل شعب حلو جدا خلينا أحكي لك عن الفلسطيني الفلسطيني تقلم وتقلم مش يوم ويمين لنا في الموضوع أكتر من سبعين سنة وبعدين لا تنخدع كل بيت تضرر تعالى كل بيت في فلسطين في بلدنا في الناصري في قانون الجليل في الناصري في علابون في كفر برعم في البصة بلدان كتيري لك تقول عن دير يسين تعالى يافا تعالى حيفا تعالى عكا تعالى كل هاي المدن كل بيت تضرر وكل عائلة فقدت إحنا مثلا إمي كانت تقمت زوجه عمرت أفكر 19 سنة ولما صارت الحرب في حيفا إمها اللي هي جدتي ستة وإخوالي اتنين راحوا للبنان على ساس كم ساعة بيهدى الضرب ويرجعوا لبيوتهم ويرجعوا لأراضيهم وهدول مسيحية مش ملحدين ولا أي شعب آخر سكرت الحدود وما رجعوا للأبد إلى اليوم مش راجعين أوكي ما شفتش إخوالي ماتوا ما شفتش ستة ماتت حتى أولاد إخوالي ما شفتم كل بيت صعب بتقول موجدين في أستراليا في الغرب في الشرط في الدول العربية في الأردن في لبنان في مصر في كل محل ما في بيت تلاقيه متكامل كله مشتت فمرات أنك تحكم على حد من منظر معين مش سهل آه في صراع ديني ولكن أحبائي بالمحاورة وكل واحد يعرض اللي عنده بدون الكراهية وبدون التزمت الديني فإذن الفلسطيني اتأزى أوكي كل واحد اتأزى كيف ردت الفعل؟ هذا يعني المفروض نتعامل مع إحنا كمؤمنين شيء كتابي بس الفلسطيني عم بيجاهد تعرفوا أنه أولاد صغار عمروا خمس ست سنين سبع سنين في فلسطين بمشي بالشارع ببيع علكة ببيع أي شيء حتى يطلع مصاري عم ببيع مثلا علكة وفي نفس الوقت حامل كتاب عم بيدرس وعم بيقرأ وشان هيك بفلسطين ما فيش اشي اسم أمية كل الشعب متعلم ومتصقف ولكن المشكلة تبعتنا التطرف الديني والتزمت والتعصب الديني بس بالحقيقة الشعب طيب جدا إحنا شعبنا يعني إحنا كبتكلم كفلسطيني يا بتحب يا بتكره إن حبيت بتحب كتير وذكرهت يا ويل الإنسان اللي بينكره جديين أكتر من اللازم يمكن إحنا غير المصريين المصريين بتكون كل مصايب الدنيا عليه بس بيتعامل بمرح يمكن طلع فوق هذا المستوى وتطور بهذا الموضوع أكتر منه فبتلاقيه بيتعامل مع الموضوع بمرح وبيتعامل مع المشكلة بنكت عليها بدل من أنه يعيش كئيب وحزين معها إحنا جديين وطريقة تعاملنا النفسي كولتشر ثقافي هيك إحنا شعبنا بس كله عم بيحاول يصل إلى أعلى المستويات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر